السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة انتصار امريم كانت مننا تكونوا على خير وبخير انتم ما كتشاهدوا الفيديو ديالي وتكونوا في احسن الاحوال وبصحة جيدة ودائما كنرحب بالناس الجداد اللي تحقوا بالقناة كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا وفيديو جديد اف هالفيديو هادا جبت لكم طريقة كيفاش طيب ودجاج على الحجر بوحد طريقة اللي هي بسهل و بسيطة وكيجي واحد المدق اللي خطير مميز اكيد اللي ضاقوا عندكم ما يخرج حسين ياخد المادكم المقادير والطريقة لانه فعلا كيجي واحد دجاج في واحد المدق اللي لدقسوه ما غاد يشتبعوا منه وكيجي يرتب وفتي وبنين بزاف طريقة اللي هي سهل و بسيطة وكيفيديكم كتطيبوه بالملحة وعلى الحجر او غير في البيت تاعكم ممكن طيبوه جاجة او جوج او حتى كمية كثيرة لاش الليلة كانوا عندكم بطياف طريقة اللي هي سريعة مكي ااخدش منكم بزاف ساعة الوقت خليكم عالفيديو باش تكتشفوه جميع الاسرار والمكونات اللي غادي نشارك معكم وفرجة ممتعة ودبا غادي ندوزو المكونات او السلسل اللي غادي نرقدو في هاد جوج دينا غادي نحتاجو هنا عندي جوج معا لقبار دي اليهورد طبيعي بدون سكر غادي نحتاجو من واحد جوج معا لقبار وغادي ندفع لي هنا قطعة دي الفورماج متلت او الجبل متلت قطعة واحدة درس معلقة صغيرة دي الهريسة معلقة كبيرة دي الزبدة وغادي نحتاجو القليل من سكنجبير او زنجبيل والقليل من الخرقوم او الكوركم انا هنا درت القياس دي الجاجة واحدة نسو مي لك انتو غادي ندير واحد جوج جاجة او ثلاثة فغادي ندعفو الكمية انا هنا در فغير واحدة وغا نعطيكم القياس دي الجاجة واحدة من بعد دفت الابزار او الفلفل الاسود شوية تاع الكامون شوية دي القزبر وشوية دي العطرية الخاصة بالدجاج انا متوفر عند الناس اللي يبيعون الحلويات اه كتعطي واحد صراحة واحد الماضاق في الدجاج زوين بزيف وهنا خديت ثلاثة فلسة ديال تومة ممكن تديرو حتى تومة بودر الى متوفرين عليها صافي هناك نحك تومة على هاد مكوين هاد كاملين وغادي ندعف مع القاة ديال ناسل وهنا الدور سع العسل كي تري لين الحم وكي تنح ساديك اللون وغادي ندعف شوية سع السودانية وكي تبقى اختيارية ولكن ما كيجيش دجاج ما كيجيش في ديك البنة الحرورة نهائيا وفي الاخير دفصة جوج مع القبار تع الزيت البلدية وغادي نمزج جميع المكونات حتى كينساج مليا مع بعدياتهم درت البناء تحت شوية ديال تحميرة ما نتقلتها ليكم شوية تحت تحميرة حتى هي غير واحد دراس مع القاة صغيرة صافي وغادي نخلط جميع المكونات حتى كينساج مليا وهنا غادي ندفع لهم عاصير ديال نصف حامضة وكذلك مع القاة كبيرة ديال الخل والملحة كتبقى على حسب الضوء وهنا غادي نخلط جميع المكونات حتى كينساجموا وغادي ناخد دجاجة ديالتين بعد ما غسلتها مزيان ونقيتها ودرت لكم واحد الفيديو فيه طريقة غسل الدجاج غادي نخلي لكم رابط ديالو في صندوق الوصف طريقتي كيفاش لنغسل الدجاج وما كسبقاش فيه نهائيا سفورية هنا الدجاجة سيعتداروه للناس بعد ما كنغسلوه وكنخليه يبتلي لكاملة باش هكا كينشف وهنا دا باكيف كتشوفو خديتها وفتحتها من صدر ديالها يعني قسمتها من الوسط وكنناخد هاد السلسة وغادي نحاوي ندهن بهات الجاجة تعتين مزيان من الداخل ومن برا وما بين الجلدة والعدم كنحاوي ندخل ذلك الشرمولة مزيان باش هكا الجاجة كتجي نبنينا من اللي كالطيب مهم كنفركوها بهاد شرمولة هادي وما ننسوش ما بين الجلد والعدم ضروري ما ندخلو هكا هذيك الشرمولة وصفي هنا الدجاجة ساعتين بعد ما دهنتها مزيان مدخلت في هذيك السلسة ما بين كيف قلت لكم في الجوانب ما بين الجلد والعدم هنا غادي نغطع لها ونخليها مرقدة واحد للمدة ديال ساعة وممكن نديروها بالليل والغد في صباح طيبوها قد ما خليتوها مرقدة كجيبنين بزاف هنا غادي ندوز باش غادي نديروها هكا كالطيب خديت اللاتاتي اللي فرشت لها الورق الخاص بالطبخ واخديت هنا واحد نصف باكية ديال الملحة وغادي نفرشها هكا في اللاتة كنحاول نعمر اللاتة كاملة وانا كنحط في ديك الملحة وكنجرسها باليتاعي بهاد الشكل هذا حتى غادي ندير نصف باكية ديال الملحة كاملة وهنا هدا هو السر ديال جيش تاعنا باش كيجي واعر البناس كيجيبوا حد المطاق اللي هو خطير بزاف كنتمنى باش تجربوه كاملي اللي شافت الفيديو تجرب هاد جاجة هدي لانا فعلا بغيسكم حسين سوما تتمتعو بالمطاق ديالها كتجيبنين بنينا بزاف هنا خديت واحد الكيمية ديال هاد الحجر وغسلتهم زيان وضروري ما تنشفوه من اللماء باش هكامل يتحطوه على الملحة ميدوب هاش خستو يكون ناشف من الماء صافيك نفرش هاد الكيمية على الحجر اللي عندي كاملة فوق من الملحة وهنا غادي ناخد دياجة ساعتي وغادي نحطها من فوق هاد الحجر بهالطريقة هادي وهذاك الشي اللي بقالية في السلسة غادي نحاول نوزعه فوق من دياجة كاملة طريقة سهلة لبنات وحتى في الفرن ما كتتاخدش ما نكون بزار ديال الوقت ساعة ونص كتكون طابت على النار اللي هي متوسطة سوف فيك نشعلها من فوق ومن تحت دقيقة الطيب وكتجي محمرة وطيبة والمضاق ما نقوش لكم عليه حتى تجربوها ونتو من اللي غادي نتكتشفو المضاق تعالي انه فعلا كتجي زويينة بزاف ممكن تقدموها حتى لبنات بها الطريقة كتجي خطيرة سافي هنا بعد ما كملت جاجة كيف كشتو معايا خديت ورق الخاص بالطبخ واغطيتها هكا من الفوق غادي نخطيها مزيان وهنا ممكن تديرو البابي ألمينيوم انا البنات ما كنستعملوش فغادي ندير فوق منها غير واحد صينية من الفوق او لاطا سافي ودخلتها الفران كيف تخيكم العافية المتوسطة على درس الحرارة درس ميتين شعرتها من فوق ومن تحت وخليتها كالطيب واحد مدة ديال ساعة ونص من بعد ما حليت عليها لقيتها طابت وتحمرت وكتجي فن البنات هنا خديتها وغادي نديرها في طبق تقديم اللي فرشتلي شوية على الخص وغادي نزينها بهذا الأرز اللي بالخو دار وبالدرس عدجاج وفيتلي شاركتوا معاكم البنات غادي نخلي لكم الرابط دياله في صندوق الوصف بالنسبة للبنات اللي ما شافوش هاد الفيديو هادا بهذا الطريقة ديال الروز اللي كيجي حتى هو واعر متأكدة يلا درسوه غاي ولدكم ادمان في الدار خصوصا لوليدات كي يحمقوا عليه صافي طيب سوحته ورافقتها كمعجاج شاعي وهنا غادي نرافق طبق ديالي بالبطاطة اللي درتها مشرمله ودخلتها هكا الفران شوية غيرتها شربتها شرمولة صافي وخرجتها وكانت هذه هي الغذيوات اعتنا وهذه هي الجاجة اللي كتجي بنينة بنينة بزاف كانت منه باش كلكم تجربوها وطبحت الحال غادي نرافق طبق ديالي بواحد بواحد العثير ديال الباربة والحامض اللي كيجي خطير في الماضاق صدقوني البنات كتغن نشاركوا معاكم في التصوير ولكن نسيت حتى صيبته مهم ما غا نقول لكم هكا الطريقة ساعتو كأننا اخد خديس واحد دربات الحبات ديال الباربة كبار من بعد ما غسلتهم اقشرتهم وقطعتهم هكا طريفات ع شوائي ندرتهم كي تسلقهم على الماب من بعد ما طعبوا ما تخليهم مش حتى يطعبوا بزاف يعني غير شوية مهم تاكي بدك يدخل فيهم طياب اختيت واحد الحبة ديال الحامض اللي كبير راح يطليها القشور وطحنتها مزيان في مولينيكس ومن بعد صفيتها وهذاك العاصير اللي حصلت عليه ولي طحنت بيها الباربة وازت معهم واحد الحبة ديال البانان والسكر كيبقى على حسب الضوغ صدقوني البناس هاد العاصير بالحامض والباربة والبانان كيجي خطير في المدرق وكيجي بنين بزاف وسحي وكانت هدي هي الغذي وساتي وهدي هي الجاجة اللي بغيت نشارك معاكم بالملحة وطيبة على الحجر كتجي خطيرة في المدرق والديدة بزاف كنتمنى لفيديو ديالي باش ينال اعجاب ديالكم وما تنسونيش من اللايكات والسعليقات والسبغة تجيو الفيديو مع الحباب والصحاب وفي مواقع السواصل ليس عم الفائدة ونخليكم في امن الله الى فيديو اخر ان شاء الله ودونفتم في رعاية الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة